يعني السنة دي عندنا دراما متنوعة يعني أنا عايزة كده أتعامل معيكم بصفة المواطن المواطن حيشوف السنة دي دراما في مسلسلات 15 حلقة وفي مسلسلات 30 حلقة وجهة نظرك الخمستاشر حلقة شايف إن هي إقاع ولا أيضا مشاركات أكثر لأكبر عدد من النجوم والموضوعات الاثنين أولا إحنا مرينا في لحظة إنه المسلسل بيكمل معي من أول حلقة لحد التامنة التاسعة وبعد كده بيبقى فيه جاب كده بلا أحداث أو أحداث مختلقة الناس كلها بدأت تكتشفها ويرجع مثلا في الست عشرين سبع عشرين يصحى المسلسل من جديد ويقفل كل الخطوط الدرامية إيه اللي تفتحت خلال الحلقات اللي قبلها نحن نعمل مسلسلات 15 حلقة ده بيدي أولا السيناريست براح في إنه ما يبقاش عنده مساحة للمط والتطويل فيعمل الفكرة موجازة يحط كل التفاصيل اللي قادر يعملها في خلال الخمستاشر حلقة من ناحية تانية بيبقى عندي فرصة إنه عدد كبير من النجوم يبقى موجودين عندي في الشاشة بيثروا الشاشة بشكل كبير وفرص لممثلين كتار كمان يبقى موجودين لأن أنا عندي كم ممثلين جيدين كتار جدا صح ممثلين شطرين جدا جدا وهو بيبقى زي الماراثن أو المهرجان الرمضاني بزبط فبتبقى فرصة إنه كمان يعني تبقى لطلع لأكبر عدد من النجوم عشان الجمهور كمان عاوز يشوف نجومه صحيح ده مهم وإنه اللي مقدمهم له في الموسم الرئيسي بتاعي اللي هو الموسم الرمضاني أنا بعمل ده ليه أيوه بعمل ده علشان أولا عامل جذب ليه كقنوات ثانيا جزء من إنه أنا بقدم نجوم جدد زي ما بيحصل وحصل السنة دي وبقدم لجوم كبار بيعملوا دراما تلفزيونية طول تاريخهم دراما جيدة جدا زي الأستاذ يحل في خراني السنة دي مثلا وأسامي كبيرة موجودة وكمان الجمهور شايف نفسه جوه الأعمال اللي بتتحدث صحيح من خلال الموضوع التالي